اشتركوا في القناة حضرتك ومتشكر جدا للتهناء الرقيق طيب اليوم أيضا السوق مازال عم بتراجع وشفنا يمكن الاجي اكس تيرتي عم بيكسر 13 ألف و 400 نقطة يعني خلينا نتحدث رغم أنه اليوم فيه يمكن بعض الأخبار من الحكومة أنه ستبدأ بعمليات الترح خلال الشهرين المقبلين السوق لم يتجاوب بشكل جيد اليوم بيستثناء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالفعل يعني هو المهاردة زي ما شفنا كده كان البعض يعني بيأمل أنه طبعا بعد التصريح بتاع رئيس الوزراء مبارح المتعلق به ويمكن ده يمكن أول تصريح لرئيس الوزراء لأنه كان في السابق بيقتصر التصريح على مسؤولين آخرين وكان يمكن منهم وزيرة الاستثمار سواء السابقة أو الحالية لكن بشكل عام يمكن ده أول مرة يعني يصل حجم التصريح إلى السيد رئيس الوزراء بنفسه وأعتقد أن يعني مسألة شهرين كمان دي مسألة بعيدة شوية يعني كنت أتمنى أن يبقى المسألة قبل كده على اعتبار أن احنا بنتكلم في الموضوع ده تقريبا ما قلنا سنة منذ الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في أغسطس 2016 وإحنا عارفين أنه فيه برنامج لطرحات حكومية خلال الفترة اللي جاية سنة كاملة علشان نبدأ نطرح أول شركة دي مدة كبيرة جدا جدا نتمنى أن هي يتم تداروكها خلال الفترة اللي جاية وزي ما قلنا برضو ساعتها أن لازم يكون فيه جدول موضح للكفة سواء المستثمر المحلي الأجنبي الطرحات دي هتتم إزاي؟ يعني ما يبقاش المسألة في البداية كنا بنقول البنك القاهرة الأول وبعدين الموضوع تغير وبقى أمبي وبعدين حيتبعه شركات تانية من قطاع الأعمال لازم يكون فيه جدول زمني لهذه الشركات محدد علشان نكتسب المزيد من المصداقية زي ما بنعمل كده في برنامج خفض الدعم وملتزمين به أمام المؤسسات الدولية ومنهم طبعا صندوق النقل لازم يكون كمان من ضمن البرنامج الموضوع هو موضوع طرح الشركات بالتالي يكون هو كمان بجدول زمني ما تبقاش المسألة كده سايبينها يعني إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي لا ما ينفعش كده بالإضافة طبعا أنه زي ما قلنا قبل كده أول طرح ده مهم جدا جدا أول طرح ده هو اللي هيكون الإشارة لنجاح التروحات الأخرى وعلى هذا لازم الحكومة تراعي بشكل كبير التسعير هنفضل نقول كلمة التسعير دي من هنا لحد ما يتم الإعلان عن سعر السهم في بداية طرحه في البورصة طبعا هناك لجنة للتقييم اللجنة دي زي ما هيك عارفة عندنا مشكلة في مصر دلوقتي وهي مشكلة الأيدي المرتعشة فأنا أخشى أن اللجنة تحاول تضع سعر علشان يعني تخلي مسؤوليتها فتضع سعر مبالغ فيه أو مرتفع بقيمة السهم ومن ثم يهدد الطرح بالنجاح فيما بعد لازم يتم مراعاة السعر ويكون سعر أقل من السعر العادل عشان يتيح فرصة للناس أنها تكسب ومن التبعية ينجح الطرحات الأخرى حتى قبل ما يتم الإعلان عنها زي ما حصل في المصرية اللي اتصالت في 2005 طيب الدولار يعني أيضا اليوم عم نشوفه عم بيتراجع لأدنى مستوياته أستاذ إيهاب أمام الجنيه برأيك هل هذا سيعطي إشارات بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المصرية لمزيد من الاستثمار لأنه طيلة الفترة الماضية يمكن اللي حرك السوق بالمستويات القياسية كان دخول الأجانب الآن هل سنرى عودة قوية للمؤسسات المصرية والأفراد المصريين يمكن بالسوق بعد هذه المستويات للدولار يعني خلينا نقسم السؤال إلى شقين أو نصفين زي ما بيقولوا يعني الجزء المتعلق به أثر الدولار على السوق وهو ما أعتقدش أنه يكون أثر كبير لأنه عندنا منذ بداية الأسبوع بداية تطبيق ضريبة الدماء وزي ما احنا شايفين قيم التعاملات اتأثرت بشكل كبير جدا جدا مع بدء تفعيل هذه الدريبة وده اللي احنا قبل كده قلنا كتير قوي وقلنا أن قيم التعاملات هتبقى في حدود 500-600 مليون لو حصل فيها طفرة تبقى 700 مليون على اعتبار أن ده هيخلي شريحة كبيرة من صغار المستثمرين تحجم عن التداول أملنا بقى كبير أن مع الطروحات اللي جاية دي أن تدخل فيه حجم استثمارات جديدة في السوق سواء أجنبية أو محلية وبالتالي يزال الأثر السلبي لهذه الضريبة على أداء السوق فده نقطة مهمة جدا السوق متأثر بشكل كبير بهذه الضريبة وعملين تقريبا متوسط على مدارة 3 جلسات حوالي 500 مليون جنيه فقط وإذا استمر على الحال ده يبقى زي ما قلنا في البداية عند التطبيق توقعاتنا أنها لن تتجاوز 300-400 مليون جنيه على أقصى تقدير بما لا يتناسب طبعا مع حجم الضرر اللي هتسببه هذه الضريبة أما الجزء الثاني المتعلق بقى بالتراجع اللي حصل في سعر الدولار الحقيقة التراجع ده هيبتدي يعنيني لما الإعلام ما يتكلمش عنه يعني إيه الكلام ده يعني أن التراجع يحصل في سعر الدولار دون شعور به أو دون أن نعمل عليه هالة كبيرة أن الأسعار تراجعت والدولار تراجع لأن ده على طول بيد انطباع أن ده مش تراجع حقيقي مبني بناء على الطلب والعرض نعم التراجع المهم واللي له أثر إيجابي سواء على الاقتصاد أو على سوء المال هو التراجع اللي ناتج من زيادة المعروض أو من عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية أو على طريق السياحة أو عن أي مكان الطريق اللي جاي عليه لكن كل الدولار اللي جاي دلوقتي جاي على طريق وزول خزانة استثمار أو إقراض بمعنى أصح من المستثمرين الأجانب للحكومة المصرية وده ممكن في أي لحظة يتخرج ويخرج خاصة لو السعر تراجع بشكل كبير وبقى فيه جاب كبيرة تعمل أرباح لفروق العمل زي ما حصل قبل كده لما نزلنا الـ 15 جنيه فالمهم هنا أن نزول يكون استادي يكون بشكل منضبط بشكل منتظم بما لا يشعر به الآخرين زي ما كنا كده في 2008 و2007 ما كناش كل يوم بنقعد نقول الدولار نزل قد إيه ساعتها حيكون ده ناتج بالفعل من تحسن في الاقتصاد وبالتالي أسهر الإيجابي سيرجع على البرس النتائج للربع الثاني المرتقب مننا أستاذ إيهاب بالنسبة للسوق ومن الذي سنرى القطاعات الأكثر تفاؤلا ربما بكل الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة خلال الفترة القادمة أعتقد العكس هو الذي سيبقى صحيح معظم القطاعات ستكون متضررة الحقيقة من الذي سيحصل سواء من ارتفاع طبعا أسعار الوقود أو سعر العملة والأثر السلبي اللي حصل بسبب فروق العملة فبالتالي معظم النتائج مش هتكون بالشكل المبشر أو مش إيجابية قوي لكن ممكن في الربع الثالث والربع الرابع تبتدي الأمور تتحسن شوية طبعا لحالة التفاؤل اللي حيك أشارت إليها واللي ممكن إلى حد ما تحسن من أداء هذه الشركات أشكر وجودك معنا أستاذ إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول تداول الأوراق المالية كنت معي مباشرة من القاهرة